معانا بالمناسبة وعلى نفس دات السياق الجامعة العربية لديها هذه القمة في المنامة ومعايا على التليفون زميل العزيز موفى التليفزيون المصري محمد عبدالله زاك يا محمد اذا احنا لايف كمان مش بس على التليفون اهلا اهلا يوسف اهلا اهلا بيك طمنا على احوال المنامة وزي ما كنت مبارح بتكلمني على الاجواء وما لاحظته والاحاديث التي تتم ما بين وزراء الخارجية امس قلتلي كل وزراء الخارجية في حالة غضب شديدة الان وصل اليكم القادة والزعماء وفخامة الرئيس يعني وصل سالما وبأمر الله غانما الى المنامة صحيح ان شاء الله ان شاء الله اه نعم يوسف ممكن كنت بتابع حديثك دلوقتي الحماسة والتي تتكلم عليها اللي موجودة لدى الشباب في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الامريكية هذه الحماسة هي موجودة ايضا هنا في خمة المنامة الامين العام لجامعة الدول العربية بيستمر في التصريحات الجريئة حقيقة والمتحمسة للغاية للتعامل بحسم مع ملف القضية الفلسطينية الامين العام نهاردة وصف ما يحدث من الجانب الاسرائيلي بانه سياسة فصل عنصري كنا بنتكلم مبارح عن تطهير عرق يتحدث عنه الامين العام صراحة النهاردة بيتكلم عن سياسة فصل عنصري ممارسات خارجة عن الزمن مثلما اشار الامين العام لجامعة الدول العربية تقوم بها او يقوم بها الجانب الاسرائيلي تجاه المواطنين في قطاع غزة ايضا حذر الامين العام لجامعة الدول العربية اسرائيل مما غبت قيامها بتصعيد باقتحام رفح وبإيجاد صياغة جديدة لتواجدها في رفح الفلسطينية حذرها مما غبت ان هذا الامر يهدد الاستقرار الاقليمي ويهدد اصلا علاقتها باقوى دولة عربية وهي مصر اكتمل المشهد هنا بوصول القادة والزعماء ثلثي القادة والزعماء يشاركون في هذه القمة من لم يحضر من الرؤساء والزعماء العرب هناك وفدة رفيع المستوى يشارك في هذه القمة على مستوى رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ومن ثم مؤشرات ايجابية وتطلعات ايجابية للخلوك بقرارات خامة للتعامل مع التطورات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية انا اريد قمة نخرج بها ببيان الفاعلين فعشان كده مش شايف هشبه حاجة انا انتظر نتائج هذه القمة بصراحة عمحمد ومش عايزة تفائل وممكن اقولك انا قلق انا عايز بيان الفاعلين يعني مش هقول بقى يعني زي ما كانت بتقول السيدة اما انا للفارسي انا هترجل لكن اما انا للفارس ان يعتلي صهوة جواده ولا ايه اتمنى صحيح صحيح الطموحات صقف الطموحات انت تتكلم عنه يوسف هو موجود لدى الشارع العربي ولكن يعني دهليز السياسة لها حساباتها الاخرى بالتأكيد المهم ان هناك اتفاق على جدول الاعمال هناك اتفاق عربي على ان ما تقوم به اسرائيل يمثل خطر على الدول العربية وعلى الاستقرار الاقليمي هناك اتفاق على ان ما تقوم به مصر اتجاه هذا الملف هو مسمى للغاية وهناك احساس باهمية ودور مصر فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة ككل جميع هنا يتابع ويشاهد حالة ربما نستطيع ان اقول التوتر التي قد تحدث بين الحين والاخر في منطقة الشرق الاوسط وهناك خوف انا اتحدث هنا عن الشارع وليس اتحدث عن السياسيين هناك خوف من ان ينقلب الاستقرار في بعض من الدول الاخرى الى حالة من عدم الاستقرار ويلقي بذلاله على الامن الذي يعيش فيه المواطن العربي ومن ثم القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني والتطورات الحاصلة هي احيط نستطيع ان اقول الاحساس بضرورة التكاتف العربي القومية العربية اتحدث صراحة عن الشارع العربي يوسف حتى هذه اللحظة هناك احساس بضرورة التكاتف والتكامل ولم الشمل وان يكون هناك رؤية موحدة ومش عايز اقول اوصل معاك لان لابد من دعم مصر دعم كامل للتعامل مع ملف القضية الفلسطينية هذا ما لمسته من الشارع العربي ومن حديثي من الاعلاميين من مختلف الدول العربية تحدثونا بنفس الطريقة وبنفس اللغة وكأن هناك اتفاق على ان المخاطر لابد ان يتعامل معها العرب يدا واحدة صحيح انا اتفاق معاك مية في المية وانت مش شايفني لكن انا اللي شايفك فانا كنت بشاورلك يعني ايه بالعلامة بتاعت كده عظيم رائع يعني الابهام عاليا اللي انت بتقوله ده اتمنى انه يحصل حبيبي يا محمد اشكرك وترجع لنا بالسلامة باذن الله ونتمنى نتمنى نتمنى احنا نشوف قمة فاعلة الى ابعد الحدود كل شكر لك زميل العزيز محمد عبدالله موفاد التلفزيون